بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا فيا سادة احنا مخصصين يوم الحد عشان نتكلم فيه عن التوافق والسعادة طب مخصصينه ليه؟ ان احنا لاحظنا ان الناس في الحياة الزوجية بيبقى عندهم مشكلات كتيرة بتنبق وبتخلي الناس حذرين من ان المشكلات دي ممكن توصلنا الى حد الطلاق زي ما احنا مخصصين يوم السبت للكلام عن اصحاب السعادة المقبلين على الزواج وسنقول جواز احنا بنتكلم دلوقتي عن حاجات كتيرة جدا بتكون مزعجة وقد تؤدي الى الطلاق احنا ابتدنا في الحلقة بتاعة يوم الحد الاسبوع اللي فات وتكلمنا عن منبئ من منبئات الطلاق ومسبب من مسببات الطلاق يكاد يكون في المرتبة في المرتبة الاولى في مسببات الطلاق اللي هو ايه؟ تدخل الاهل تدخل الاهل ده يا سيدي عامل بالزبط زي ايقاد النيران اشعال الحرق تحس كده ان الحاجة الوسعى بالديء زي ما تبص كده تلاقي من الصور بتاعته ايه؟ تدخل ام الزوجة واخواته البنات واقعوا تدخل ام الزوج واخواته البنات ايه اللي حاصل؟ تبص المسائل تشتعل ما تسمح لهاش تعمل معك كده ما تسمحلوش يأذيكي بهذه الطريقة ده ابوكي لما عمل كده انا كنت بقفله فالتدخل ده تدخل بيبقى صارخ او حتى تدخل ابو الزوجة وخاصة لو كان بيساعد في البيت كمان بيساعد بنته وتدخل ابو الزوج يا سلام بقى حدس ولا حرج لما نكون في بيت العيلة وابو الزوج كمان بيساعد في مصروف البيت والبنت ساعتها تتعامل مع ابوها وهو بيتدخل في حياته على انه بطالها وحاميها فيبقى عندنا مشكلة ما بين الزوج وبين حماه في الصراع على البطولة ويحصل بقى استدعاء ده من الاهل في كل صغيرة وكبيرة وهنا بتحصل مصيبة عارف الزبط زي ايه؟ زي استدعاء القوات الاجنبية هي دي انا بسميها ظاهرة تظاهرة ايه؟ الاقتتال المنزلي احنا خلاص بنبقى كأننا في معركة في حرب وهي اللي حاصل في معركة وفي جيش وفي معركة وفي جيش والناس بتلتقاتل والاهل اللي يتم استدعاءهم المفروض الرشادة بتقول ان الاهل يتم استدعاءهم عند الحاجة اليهم اقول لكم حاجة وما تزعلوش اه هم فيه اسرتين بيتجوزوا بس العائلة والاسرة اللي هي اسرة المنشأ دي مش جزء ولا ركن في الاسرة الجديدة اسرة الجديدة دي اسرة مستقلة الاسرة الجديدة دي اسرة كملة الاركان بلاش تخلوا الاسرة الجديدة اسرة مبتسرة لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ورح قال كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعياتي الرجل راعن وهو مسؤول عن رعياتي والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعياتي هي المسؤولة فما تخلوش متعجزوش اولادكم متخلوهم عندهم حالة من حالات الهشاشة الزوجية وما يقدروش يتحركوا ولا يقدرو يعملوا اي حاجة ولا ياخدوا قرار وعشان كده لازم نعرف ان بيتطور دور الاهل مع الاولاد حتى في مراحل عمرهم فالاباء والامهات بيتحولوا الى اصدقاء لأولادهم في فترة المرخة وبتاياة الشباب لكن لما بتحولوا الى ازواج بتحولوا الى مستشارين وما حدش قال المستشار بيفضل قاعد طول النهار في المكان اللي بيكون فيه الشخص اللي بيطلب منه الاستشار لما نحتاجه بنتطلبه في عدة زوار بقى بتحصل في الجواز لازم ننتبه اليها بعض الاحيين لما الازواج بيتجوزوا في بيت العيلة بتحصل حاجة اسمها ابتلاع الزواج الزواج ده بيبتلعوا بيت العيلة فالضيع الخصوصية وما يبقاش فيه استقلالية والكواز كده بيكون جواز بايت ملوش طعم مش بيخلي الناس بتعيش حياة جديدة ومولود جديد اللي هو الزواج والأسرة الجديدة دي بتحس ان هي انتهى عمرها الافتراضي بادريه وتبتدي البنت زي ما أنا لسه جاي دلوقتي من جلسة من جلسات الشهد الزواجي البنت حاسس ان هي ماذا ان هي محبوسة مسجونة اسيرة متاخدة اسيرة لان هي حاسة ان هي مش في بيطرة طبيعية الزاهرة التانية لانسلاخ الزواجي اتجوزنا وانسلاخنا تماما بعيد عن الاهل في ايه اللي يحصل طب ليه عشان تدخل الاهل مو خيف فبننسلخ عنهم جدا فنحصل قطيعة بيننا وبينهم وفي الحالة دي ايه اللي بيحصل الاسرة الجديدة بتفقد الدعم الحالة التالتة بقى او الزاهرة التالتة اللي بتحصل بسبب ده دخل الاهل الترد الزواجي الست بطريقة معاملتها بتخليه بتخلي الزوج يرجع يحن للماضي يروح للكوم بارتزون دايما تقول لي والله ده بيسيبني بالايومين والتالتة ويروح يبات عند ممتو وطبعا ممكن يتلكك ان هي مريضة ممكن يقول والله طب هي ستة كبيرة ما انتقدرش تقعد لوحدها فيغيب بالايومين والتالتة فتحس ان البيت القديم بتاعه هو ضرتها طب ليه ده عشان هو حصل طرد طريقة معاملتها خلته يرجع للكوم بارتزون لمنطقة الامان بتاعه او هي تروح ولازم لما تروح في الاجهازة في الوكي اند لبيت اهلها تطول تقعد بالاسبوع تقعد بالعشر ايام لان هي حصلها طرد زواجي من زوجها لما محسدش بالامان في البيت الظاهرة التالتة هو النضوج الزواجي بقى وده النضوج الزواجي بيبقى من احد اهم اختبارات الزوجين في علاقتهم باهلهم فعندنا نموذجين لطاف اعطراب لكم نموذجين لطاف نموذج النخلة ونموذج القم القمفد نموذج النخلة بيقول ايه بيقول النخلة البنت عن نتربلها مثال بالأسرة جديدة عشان تنتجي لازم تبعد عن النخلة القم تسع متر طب ازا ما حصلش ده النخلة البنت تموت مش هتتغزة كويس وبيقولك ان مجموعة من النافة حبوا يدفوا بعض القسطورة بتقول كده والحكمة بتقول كده مجموعة من النافة حبوا يدفوا بعض فقربوا من بعض فهاروا بعض شوك وعاروا بعض وجعة فتعلمنا الحكمة بتقول ان انت دايما لازم تضبط المسافات بينك وبين الاسرة اللي انت نشأت منها يبقى لازم نفهم ان لابد ان احنا نضبط المسافات يبقى اول واجب علينا في التعامل مع اهلنا ان احنا نضبط المسافات لو ما ضبطناش المسافات هتبقى عندنا مشكلات مشاكل كبيرة واحنا عشان كده عندنا مشاكل في شوية حاجات عدم ارادة طرفتهم انهم ياخدوا المسافة دي ايه المشاكل اللي بتحصل لنا المسافة دي هي اللي المسافة بيننا وبين قصة المنشأ اللي انا بسميها في كتاب الاحيين الفطام الزواجي ان احنا نضبطن او قطع الحبل السري عشان نقدر ننطلق في حياتنا اول حاجة في بعض الاحيين بيبقى الطرفين الزوجين مش عايزين يحطوا المسافات المناسبة بينهم ومبين اهلهم ولذلك ايه اللي حاصل حكينا حكاية قصة شرح القاضي لما تزوج مراته قالت له انا امرأة غريبة فقل لي ماذا تحب وماذا تكره فقال لها اني اكره ان يملني اختاني اختاني يعني ايه اهلي زوجتي فارسلت الى امها لا تأتيني الى رأس الحول يعني ايه اللي حاصل الراجل قال له انا مش عايز يملني اهلي يبقى فيه حق فيه ارادة من الطرفين ان هما يضبطهم مسافات الحياة التانية اللي بتبقى عندنا عدم ارادة الاهل البعد هما حاسين ان اولادهم في اول الجواز مالهم عندهم حالة من حالات الايه التهديد فعايزين يأمنوهم وفي الحقيقة بيعجزوهم وخاصة لو كانت البنت هي البنت المميزة او الطفل المميز او كان كمان الزوج هو الولد الراعي اللي هو الكبير اللي بيرعى ابوه امه ففكرة الطفل المميز ده بتخلي الاهل يمسكوا بيه ويكلبشوا فيه لكن احنا عندنا مهارات لازم نتعملها مهارات اسمها مهارات التوصيل الزوج والزوجة لازم يوصل لازم يوصلوا يوصلوا للنتيجة مهمة جدا جدا ان ضبط المسافات اول واجب يحفظ علينا كرامة اهلنا ويحفظ علينا ماذا تراوط ونداوط اسرتنا اسرتنا ممكن تبقى بيتة عارف بيتة ليه لان الافكار اللي بناخدها من اهلنا بتمنعنا من التجريب فكأننا بنعيش حياتهم ولزيك احنا لازم نجرب وعشان كده المفروض لا يقبل كل طرف الكلام اللي بتقاله من اهله ويبقى عندنا طريقة تانية للتوصيل ان الزوجة بتحب حامتها والزوج بيقدر والد زوجته ويا سلام بقى لما تيجي الزوجة تتكلم عن ابوها وهي بتفتخر بالبطل بتاعها وحميها يا سلام لازوجها قال له والله هذا الرجل انا بقدره جدا وبحترمه ولكن احنا مازلنا تجربتنا تجربة بنترقى فيها وبنتقدم للامام يبقى عشان كده لازم كل واحد يوصل ان الطرف التاني بيحب اهله ويبعد عن سوء الفهم لكن فيه ازواج بيجوا يشتكو يشتكونا يقولوا لنا ايه ان هي بتفضل مكشرة ويقاعدة معايا ولما تروح لأهلاء ما قولكش بقى عن الفرح والضحك والسعادة ولزاك تشوف حضرة النبي في لمحة عجيبة جدا 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 يسأله من احب الناس اليك يقول يقول عائشة يقول ليس عن هذا نسألك نسألك عن الرجال قال ابوها بالله عليكم يشوفوا اثر ده في نفسية السيدة عائشة اني احب الناس الى رسول الله ابوها ابو السيدة عائشة ومع انه صديقه الصدوق لكن لما حب يتكلم عنه يتكلم عنه على انه ابو السيدة عائشة وهو صديقه اللي هو بالمناسبة يعرفه قبل ميلادي السيدة عائشة لكن هو قال ايه ابوها عشان يحسسها بالامان الستة لما بتروح بيت اهلها وتفرح وتحس ان هي حست ان هي استردت انوستها استردت امانها استردت حياتها ولذلك الزوج لازم ينتبه لده فبنقول للازواج لما تلاقي زوجتك طول الوقت بتتكلم عن والدها ايه اللي حاصل وبتتكلم عن وجوده فهي بتتكلم عن بطالها وهي بتقولك لو سمحت شوية حنية شوية امان من اللي انا كنت بحسه مع ابويا هقولكم حاجة الحالة اللي انا لسه جاي منها دلوقتي بيحصل فيها حاجة انا لازم انبع عليها وفرصة ان احنا بتتكلم النهاردة عن علاقة الناس عن علاقة لها بأسرة المانشا لما بيتوفى والد الزوجة الزوجة بتبقى مستنية من الزوج ان هو يقوم بنفس الدور الامان اللي كان بيقوم التأمين اللي كان بيقوم بيها والدها ودي من افضل فرص للزوج والزوج اللي لازم يهتم بيبتا جدا جدا فترة الزواج الاولى لازم الاسرة تدعم الزوجين ويدفعوهم للنضج مش يدفعوهم للشتجار والخلاف للأسف الاسرة اللي كانت هنا قالت لبنتهم بنتهم قالت لهم ده واخد مني الموبايل ده حبسها فقاتوا بيقديهم وقديدهم عشان يحرروا الاسيرة فلما خرجوها بعد ما حاضر في الشرطة ايه اللي حصل الزوج مشاه وخادل حاجة بتاعتها قالوا مش انتوا عايزين بنتيخ وضب فهم عملوا ايه عملوا كمان محضر تمكين وقضية تمكين يا سادة المشاكل بتتفاقم لما لقاه ما يكونوش عارفين ايه دورهم دورهم ان يساعدوا اولادهم على النضوج تعال اكرر مرة تانية يا سادة يا اباء يا امهات دوركم ان انتوا تساعدوا اولادكم على النضوج ما بقولكمش ان انتوا بنتكم لو اتهانت او اتكسرت او ابنكم لو مورس معه كل الاشياء ان انتوا تزودوا كسرتهم لكن خلوهم اكثر نضوجا وللأسف ما فيش حاجة بيحب الاهل ان هما يعملوها وده بتبقى مشكلة ان هما يحققوا زواتهم زي ما بيحبوا يحققوا زواتهم في الزواج والتعليم يحبوا يحققها وزواتهم جدا اللي عايز يبقى مهندس يطلع ابن مهندس وكمان الست اللي حاسة ان جوازها ما كانش سعيد وهي كانت محتاجها حاجة محتاجها حاجة في جوازها تحاول تحققها في حياة بنتها فيحصل التدخل ده باعتبار انهم عايزينهم يبقوا احسن منهم اهو انا ما بتهمش الاب والام لكن انا بقول ان اللي انتوا بتعملوه ده الحقيقة بالصح وزي الام لما بيكون عندها فوبيا من الانفصال فبتدخل بنتها ان هي كمان تبقى عندها نفس الفوبيا لازم يكون عندنا خطوط حمرة بعيدة عن التدخل والرجل مش بيكون فاهم ان تدخل الاهل فيها بيعمل عند الست ايه فهو لازم يعرف ان في حاجات ما يدخلش الاهل فيها ما يروحش يتكلم اهله عنه الجانب المالي الفلوس ما يعرفش حاجة اول حاجة عني بتدي في الاجراءات بقى ما تعرفش حاجة وما يعرفش حاجة لاهله عن نفقات البيت ولا عن اموال البيت الحاجة التانية بالله عليكم بلاها الكلام عن الالاقة الخاصة بلاها الكلام عن اللي بيتواصل عليه الاباء اللي بيتفق عليه الزوجين السرار الفراش بلاش ومن اهم الحاجات هي خفية بس من اهم الحاجات وبيبقى الزوجة هو نفسه عايز ينفس فما بيدركش ده وحاجة بتبقى خفية ولكن بتكسر او الزوجة وبتكسر او الزوج اخطاء الطرفين واحنا متجاوزين احنا لسه متجاوزين فمن التالي ممكن يكون لنا اخطاء ساعتها الزوجة ما بتفهمش غير ان زوجها بيتساعد لها الاخطاء وبيشوه سرطها عند اهله والزوج بيفهم ان هو مش مال يعنيها فبلاها الثلاث حاجات دولة بلاها بلاش الثلاث حاجات دولة خطوط حمر ما نعملش ما نجدعو بيها ما نتكلمش عن المسائل المالية ما نتكلمش عن العلاقة الخاصة ما نتكلمش عن اخطاء الطرفين طب نحمل ده بقى ازاي اول حاجة نقعد مع بعض اول باول لما يحصل تدخل من الاهل عشان نطف اللهيب انا دايما بقول لازم نبرد لازم نستدعي المطاف ونبرد والاتنين يكونوا كأنهم في شكل فريق يتفقوا فيه لما يحصل حاجة من والدي نعمل كذا 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 ولما يحصل حاجة من والدتي نعمل كذا وكذا 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 لما هيتفقوا على ده هيرتاحوا ويبقى عندهم اجراءات تاني حاجة لازم الزوجين انا دولة دي بكلم الزوجين ليه انا مش هقدر ادخل الاهل واكلم الاهل وان كنت انا اقول ان احنا محتاجين نأهل كل الناس بيكلموا على تأهين المقبلين على الزواج انا صاحب ده وام بدرة ان احنا نؤهل اسرة المنشأ للمقبلين على الزواج يعني ايه نأهل اسرة الزوجة ونقهر اسرة الزوج عشان الادوار اللي هيقوموا بيها في رعاية الاسرة الجديدة الحاجة التانية اللي احنا لازم نعملها وبشكل واضح دايما لما يحصل اي نزاع بسبب تدخل الاهل حاولوا تخرجوا مع بعض اعملوا خروجة مع بعض اخرجوا من المكان اللي التهب ده واخروجوا مع بعض مش لازم تتعشوا ولا تتغدوا لكن اخرجوا مع بعض اشربوا حاجة او تمشوا مع بعض وبتدوا تكلموا عن نفسكم عن اللي انتو شعرتوا بيه بشكل واضح واطلبوا الدعم من زوجك واطلبوا الدعم من زوجتك بس اخرجوا من المكان اللي حصل فيه هذا الالتهاب وحاولوا تشموا نفس جديد الحاجة التالتة والمهمة لما يحصل اللي بيحصل ده ويحصل تدخل الاهل ارجوكم ما تسرعوش ان انتو تعملوا ترضية للطرف التاني فتتصل وتعمل ايه وتعني في اهلك او تعني في اهلك وتقوله مبسوط انت كده المشكلة مش فيهم ام المشكلة فيكم انتو انتو اللي هتسمحوا بتدخل اهلكم او انتو اللي مش هتسمحوا محدش يعني في اهله عشان يرضي زوجته او زوجه ولكن اتفقوا مع بعض على طريقة لما يحصل تدخل من الاهل ويحصل وجع اتفقوا على طريقة الجبل الخاطر الكلمة اللي قالتها والدتي ده قالتها لان هي ما تعرفكيش على حياتك لكن انا اللي عرفك على حياتك وانا بحبك وانا مسؤول ان انا اوصل لها الصورة الصحيحة عنك الكلام ولكن الموضوع اوصلة الزوجين يا رب الهمنا الرشد وجعلنا يا رب ممن يقتربون من رحمتك بان نرحم الناس من ازانة وان نكون دائما طائعين بان نطيع الله في ان نكون مساندين لكل من يستحق المساندة بعد الفاصل التقب حضراتكم عشان نجيب على اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي هي في الحقيقة جسر نور وبركة بيكون موصول بنا دايما وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نستفيد جدا من تعليقاتكم ومن اسئلتكم ونخصص اوقات محددة للجواب على اسئلتكم ولكن دايما احنا بنخلي صفحتنا على الفيسبوك هي طاقة النور اللي بتوصل لنا واللي بيحصل لنا بيها البركة والنور ونستمر في مجالس العلم وخاصة واسئلتكم بتكون باب مهم جدا جدا للدخول على رحمة مولانا سبحانه وتعالى اول سؤال عندنا النهاردة من استاذة دينا من دمياط استاذة دينا أنا مسهلا بك يا شاهد الحمد لله تفضلي معلش انا عايزك بس في موضوع كده معلش طيب يا عايز مشكلة يعني عندي انا نزور تفضلي دلوقتي انا كنت مخطوبة وقعدت شهرين وبعد ساعة ازوجت قعدت معا ثلاث شهور بعد كده والدي توفت ومن يوم وفات والدي وانا مروحتش مشاكل على طول على طول بقالي حاليا سنة ونصف معاك في هذا المشاكل ايه سبب المشاكل مش عايزك أنا اقولك طبعا توقعك توقعك ان هو يقوم بتطيب خطرك وسقف توقعك بان هو هيقدر الوجع اللي انت فيه وهيقدر احساسك بفقد والدك وان هو ما قامش بدا هو ده اللي حصل حاولين بردو مشاكل كتير يعني هو حاليا انا اكتشفت ان هو كان متجوز قبل معروسين وما كانش ايلي يلا اه وكان وحاليا دلوقتي عمل تزوير ورق وشاكبين باهديننا في المحاكم بدون الاسباب يعني انا قلت له طعلا طلق لو ما فيش معروف يعني العيش خلاص مستحيلة ما بين الطرفين خلاص طعلا طلق بالمعروف وكده مش راضي طيب انا عايز اقول لحضريك حاجة انا عايز اقول لحضريك حاجة يعني اللي حضريك قلت له ده مخصوصا يعني حاجات كتير يعني طيب يبقى احنا كده انا اقول لك حاجة بالظبط عاملة زي ايه اللي انا اقول لك ده مش العلاج لكن اللي انا اقول لك ده مسكن ايه اللي انا طلبه من حضرتك طلبه من حضرتك ان احنا نشوف حد يكون له مكانة عندي زوج حضرتك ولازم وقفة ليه طيب أنا هنا مش بقول مش مامل عليك أي قرار إحنا عندنا في الإرشاد الزواجي إحنا مستشارين لكن ما بنقدمش قرار لحد مكانه هو اللي بياخد القرار بنفسه أنا عايز أقولك إيه؟ إن الوقفة دي وقفة دي عشان تستمره بتحبه بعض في ناس بتقولك أنا مش هايز أوقف الوقفة دي لحسن نكسره لحسن يحصل كذا الوقفة دي هي وقف للنزيف وقف النزيف المحبة وقف النزيف الكرامة وقف النزيف كل وجع الست بتفضل منسمية اللي هي بتعمله ده صبر لغاية ما في لحظة ينقلب اللي هي مسمياه صبر إلى إنه إهدار كرامة ومهانة وعشان كده نبتدي من دلوقتي ولإن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء أن يذل نفسه قال كيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه ما لا طيق وقفة من حد من حد لكلمة على زوج حضرتك وقفي عشان تنتهو ده طيب أنا ليه قلت أن ده مسكن مش هو العلاج العلاج اللي احنا لازم نروح لخبير لأن الأشياء المتركمة دي كلها لازم تتوزن وتتوزن بميزان مهني مش بكلام الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا ولا بكلام الأهل اللي هو مش مناسب لوقتكو يبقى الحل وإيه؟ حد يخليه يبتدي يبقى حريص على التغيير وبعدين يروح للخبير عشان يساعده في خطة التغيير معنا السيدة محسام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك يا دكتور عمر كل سنة وحضركم طيبين وحضركم طيبة وبصحة وبسلام يا فانت لا موتايش واللي بقول لي ردت علي يا ربنا يبذيها خير ويطيب على خطرها يا رب يا رب يا رب اللهم أمين دكتور عمر أنا 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 عندي ستين سنة ستين سنة آآ وعنا عندي مشكلة بقالها اتناشر سنة مع ابني عنده تمانية وتلاتين سنة دلوقتي كان الثاني يعني الحمد لله ربنا التلاب المرض اللي هو الاكتئاب الجسيم آآ كان حاجة ما كانش وطبعا احنا الحب الآن كل الدنيا أو اللي حوالينا أو ثقافتنا ما نعرفش يعني إيه غير إن اللي عنده قلب اللي عنده سكر اللي عنده ده إنما مرض اللي هو الاكتئاب ده الاكتئاب الجسيم دوت اللي هو اللي بيخلي الإنسان عازف عن كل أشكال الحياة الدنيا وعن شغل وعن حياة وعن الدنيا هو دي يعني كان بيشتغل كان ما شاء الله عليه كان طب هو حصل له ده بعد صدمة ولا هو حصل له كده بميول بميول قديمة عنده أيوة هو زي ما قلت لحضرتها كده بالصف هو كان بيشتغل في وظيفة قويسة جدا في بنك كبير وكان إنسان يعني بياخد جوائز بس هو حصلت له برضو صدمات كتير بسبب شدة التربية شدة التربية اللي حضرتك كنت بيتمارسيها ولا بابا اللي كان بيمارسها الوالد فالحمد الله فطبعا أنا ما بقولش إن هو وحش ولا حاجة أبدا بس هو دلوقتي المشكلة الأكبر يا دكتور عمري إن أنا مش لقيا غير ربنا ويمكن يكون ردك علي ده تكون سندلية حاضر في مشكلة كبيرة بقي أنا عارف والله أنا عارف أنا عارف وقابلت ده كتير أو والست 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 طيب سيدة المشاهدين ممكن ما يدركيش إيه المشكلة اللي فيها السيدة الشخص اللي عنده هذا الاكتئاب الجسيب أو الشديد أو الحاد هو بيحول حياة اللي حواليه إلى نكد ومرار ووجع وأزى لأنه وخاصة لو جالوا من هذا السبب اللي هي قيلته ده اللي هو القسوة عليه بيبقى محسس كل اللي حواليه في أحوال كتيرة أنه هم السبب في يكونوا أصبح ضحية وهو قادر بشكل غريب أن يخلي أي إنسان مشارك في ظلمه فبيخلي لو أمه بقى قعدة وخاصة أنا وأكيد ما تجوز لغاية دلوقتي أمه قعدة منتظرة وهي كبيرة في السن مش قادرة وهو طول الوقت بيتهمها طول الوقت بيضيقها طول الوقت بيستفزها طول الوقت وهي محتاجة أمان وحماية وخاصة في المدة العمرية اللي هي فيها دي طول الوقت بيضغط عليها فحسسها أن هي شوية بتدت تكره الحياة وحسسها أن هي ما بقيتش مستحملة ولكن هي لأن هي أم أصيلة ما قدامها شغل أن هي وساعات بيبقى عامل زي الإنسان اللي إيه اللي هو طافي على المية وعارف أنه هيغرق بس منتظر في أي وقت يغرق بعد الشر عليك يا حج أبدا أنا هقولك على ثلاث حاجات تساعدك بشكل واضح أول حاجة لو سمحتي ما تديش الوقت كله لإبنك ولازم نستحمل الكلام السمج اللي هو بيقوله يعني إيه يعني الكلام السمج اللي هو بيقوله ده كأنه ما بيقولهوش إبنى دي أول حاجة ودي حاجة تتغير فيك أنت لأنه هو طول ما هو شايف أن الكلام ده بيأثر فيك عنده أفكار أو عنده أفرثينج فالأفكار عنده بتقوله إيه بتقوله على فكرة كلامك صح لو مش كلامك صح ما كانتش تأثرت على فكرة أنت برضو لما مش هتتأثري هيقولك شفت أنا كلامي صح لأن لو لولا أني كلامي صح ما كانتش هي ما سألتش فيه جاهدة وظلمتني طب إيه اللي حاصل ما فيه بنرتكب أخف الضررين إحنا مش في رفاهة إن إحنا نختار الخير كله إحنا بنرتكب أخف الضررين فأخف الضررين إيه حضرتك إن أنت لا تزهر التأثر بكلامه وفعلا لا تزهر وفعلا أنت لازم تمتني عن التأثر بكلامه ليه؟ التأثر بكلامه بيفسد اتنين بيفسد اتنين الحاجة التانية والمهمة إن إحنا لازم نضغط عليه على إنه لازم يذهب للطبيب ولازم يستمر في ذهابه للطبيب تشوفي بقى حد قريب منه وبيحبه تشوفي طريقة إن أنت تعملي حتى لو عتعملي قصة بس هو لازم يروح للطبيب ويحصل على العلاج وهو أكيد النوبات بتجيله لما هو ما بيحفظ على العلاج فهو لازم يحافظ على العلاج حاجة الأخيرة أن أنت لازم تعمليها يا حجة إن أنت تعملي بي أداعمة ليكي يعني تعملي مجموعة من الأصدقاء تروحي تعملي معهم حاجة تتعلمي معهم القرآن تعملي معهم حاجة تدخل السرور على قلبك إوّي تحسي إن أنت ما بقاش من حقك إن أنت تفرحي لأن هذا سيجدد عليك الطاقة اللي ممكن هذه الطاقة في لحظة من اللحظات تدخل إلى قلبه وتخلصه من اللي هو فيه ده التلات حاجات اللي قلتولك إن أنت تقلل التأثير تضغطي عشان يستمر في العلاج لأن الله سبحانه وتعالى زي ما حدث النبي قال ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء حاجة تلتة إن أنت لازم تعملي به أداعمة ليكي عشان تقدر تستمر السيدة محمد من القاهرة أيها حضرتك اتفضل يا فندي أنا يعني بصراحة عايز أكلم حضرتك لأن أنا من زمان يعني نفسي أكلم حضرتك مباشر وأنا أخذت رقم حضرتك الشخصي من الكنترول وكنت يعني عايز أبقى أتصل بحضرتك في موضوع خاص يشرفني يشرفني أتصل بحضرتك يعني أنا الوقت المتاح حضرتك يعني يعني بعد ساعتين من الهوى إن شاء الله يكون وقت متاح أستاذ محمد يتفضل أستاذ محمد ألو السلام عليكم أستاذ أمو محمد حاجة أمو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم والله كل عم بحضرتك الخير فضل والله تفضلي والله يا دكتور أنا عندي سؤالين أول سأل كنت عايزة رقم حضرتك الخاص حضرتك خديه من الكنترول يا فاند آي تاني سؤال حضرتك كنت أنا أزنبت زمز وطبت عنه ربنا سبحانه وتعالى أنا ليه حاسس أن أنت كلمتيني قبل كده آيو آيو بخصوص الموضوع ده طيب إحنا كده إحنا كده إحنا كده إحنا كده ووساعتها قلتلك إحنا محتاجين نشوف الوسائسة شوية صح؟ آيو بس حضرتك دلوقتي الموضوع دوت انقلب علي ما نشعر في هل دوت في حاجة بينه بين ربنا ولا إيه لأن الناس دلوقتي بيحاربوني دلوقتي لأنا هسيب أكل عيشي وكده فأنا مش هارف أعمل إيه ولا حاجة أنا أقول لك شوية حاجات تعمليها أول حاجة تنوعي مصادر أكل عيشك بلاش تركزي في الحاجة اللي أنت فيها بس لأن مش معقولة الناس هتفضل تمشي موراكي في كل أكل عيشك يعني لو بتبيعي حاجة شوفي تبيعي حاجة تانية غيرها يعني فكري أن أنت تنوعي مصادر أكل عيشك هدي أول حاجة ويمكن الحاجات بقت كتيرة دلوقتي ممكن حتى لو هم بيضايقوكي تعملي صفحة الفيسبوك تعملي أي حاجة تعملي بيع وشرع عبر الإنترنت هدي أول حاجة يبقى أول حاجة ما تستسلميش الحاجة التانية أن احنا محتاجين كده أن احنا نروح عشان ناخد بعض الأدوية عشان نوقف الحالة اللي احنا فيها دي حاجة التالتة والمهمة أن أنت دلوقتي حسب أنك أنت مظلومة حسب أنك أنت أنا عملت الزنب قاوة طبط والحمد لله مش هيجي لك الأنس غير من جواك أنت لازم يبقى فيه أنس بينك وبين ربنا لازم كل يوم تاخدي جرعة من الخلوة مع الله تكلميه وتحس بمدده وتحس بحنانه وإن شاء الله دا يكون لي أثر كبير على حضرتك معي الأستاذ أحمد يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشكر والسلام لحضراتكم وفريق العمل وأرق الأمنيات بأدوام السداد والتوفيق لحضراتكم وفريق العمل يا رب إن شاء الله تفضل السلام مع حضرتكم أحمد عروج قلد الجنة غير بشوبرا الخيمة تفضل إفن حضرتك أنا مواظب على الصلاوات والله الحمد في موقع الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولكن أشعر أنني لست في خشوع كما يجب يعني إيه كما يجب يعني الخشوع روح الصلاة إلى حد ما يعني يعني أقول لحضرتك بشعر بعدم الخشوع أو مش عدم الخشوع يعني فيه خشوع الحمد لله بس أنت بتشعر بعدم الاستحضار في الصلاة أن أنت في الصلاة وأن أنت بين يدي اللي سبحانه وتعالى في بيحصل لك حالة من حالات أن أنت حاسس كأنك ما خرجتش بالصلاة بالمعنى والذوق اللي أنت كنت منتظره صح؟ فضيلة الأستاذ الدكتور فاهمني جدا جدا لك مني جزيل الشكر طب خلاص أنا أكلم حضرتك دلوقتي حالة أنت أعمل إيه؟ أستاذ أحمد في الحقيقة فيه شوية إجراءات عملية كده بنعملها عشان نسترد شعورنا واستحضارنا للصلاة وفيه حاجات قلبية نحن ممكن نتكلم عنها كمان من الحاجات الإجرائية أن أنت لما تيجي تقرأ الفاتحة والصورة اقرأ بتقدي اقرأ وخد نفسك على الرأس كل آية يعني أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تاخد نفسك فتهدى خلاص فتهدى أدي أول حاجة حاجة تانية أن أنت كن مطمئن في كل جوزء من أجزاء الصلاة حاجة تالتة حاول تدعو في السجود التالت حاجات دولة هيكون ليهم أثر كبير جدا ومؤثر بلغ في مسألة الإيه؟ مسألة الصلاة حاجة تانية القلبية بقى أرجوك وإنت داخل الصلاة ما تدخلش عليها بالهموم ادخل عليها بالشوق خلي كل صلاة لها معنى بينك وبين الله وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك التيسير والخشوع والاستحضار وتكون الصلاة صلة بينك وبين الله بعد الفاصل ألتقيكم عشان نكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا الأستاذة هودة أستاذة هودة أهلا وسهلا أهلا وسلام بحضرتك الشيخ تفضل يا فاني أنا عندي مشكلتين دلوقتي ريت حضرتك تحلهم لي حاضر يعني رزي ورزك على الله يا رب ونعم بالله لوقتي أنا مشكلت في جوزي إن هو مقاطع والدته والدته هو اه طيب بسبب جوزها دايما يعني بتفضل جوزها على أولادها طيب يعني جوزها دوت اللي هو مش والده أكيد لا لا مش والد طيب السؤال التاني السؤال التاني عندي أختي جوزي فأنت عايزة بالمناسبة السؤال الأولى أنت عايزة تصلح بينهم يعني عايزة أعرف أنا عليا زنب أنا هو مش متقبل مني كلام خالص طيب وأنا علاقتي بها كويسة جدا أجاوبك التانية بقى التانية أني معايا أخت جوزي من الأب عايشة معايا هم هي أكبر سنا بتحاول تبايقني أو تبان قدام أخوها كويسة وبتخليني أنا وحشة تمام ودي يتيمة أب وأمه وكل حاجة منهاش حد فأنا مش عارفة أتعامل معيها بتحاول أن هي تيجعل عايزة أجاوب على حضرتك تعملي معايا تمام السؤال الأولى أنت معليكي الزنب بس أنت عليكي واجب في فرق أن أنت معليكي الزنب بس عليكي واجب عليكي واجب أن أنت تحاولي دايما تكوني أنت زي ما بقوله كده حمامة الرحمة يعني إيه الرحمة أمك اللي أنت بيها بترحم ده هي مشتقالك ده هي أنت بس لو رودت عليك الدنيا تبقى جد وبس لازم نختار الوقت لازم نختار الوقت وطريقة الكلام لأنه هو أصلا الموضوع بالنسبة له مغلق وهو بالنسبة له في حق أقول لكم حاجة بس عشان الأمهات وأزواج تخلي بالأطفالها وخاصة اللي بيبقى عندها تجربة تانية وده مش معنى كده أن هي لو اتطلقت أو جوزها توفى عنها ما تتجوزت بس أنا لازم أقول لكم كده عشان تفهموا في كتير من أحيين الأولاد بيحسوا أن أمهاتهم خانتهم يعني عارف الخيانة تبقى للزوج لا الأبن بيحس أن أمه خانته لما هي تسيب وتروح تتجوز حدي تاني فالشعور ده لازم أن الناس تبقى بترعي فكون الأم ما رعيتش الشعور ده وراحت مزودة المسألة أنا أظن الوجع اللي عندي زوجك محتاج أنه أنا أقول لك حاجة عايزة زوجك يروح لأمه وهو سعيد وهو مرتاح طبطبي عليه حن عليه لما تبطبي عليه غضة الإحساس بأنه محتاج حد يرحمه هتعلى فيه وهيعرف أديه ومحتاج لأمه الحاجة التانية أختي زوجك بقى اللي هي بتعمله ده حاجة اسمها إيه؟ حاجة بيسمونه كده عربون الإقامة ما هي عدم عندكم فلازم الراجل صاحب السلطة أتقرب إليه هي دي طريقة سمجة وبتبين مشكلات في النفوس إن هي إيه اللي حاصل؟ أبين إن أنت حبيبي وخاصة وهي شايفاة عنده مشكلة مع أمه وممكن على فكرة هي تمارس بعض الممارسات اللي تأثر بالسوء على علاقته بأمه ليه؟ إيه دي زي ما أنت قلت كده دي مش نفس الستفال اللي حاصل ببساطة خالص تعملي إيه؟ ببساطة خالص ولا أكن أزاهة وتملوقة لزوجة اللي أحن ببعض الأحيان بين المحسين إحنا لازم نكشف الناس على حقيقتهم طول ما أنت بتأملي كده طول ما هي هتسجي إليك سيبيها يا ستي تمثل إن هي بتحب أخوها ما جايز الحب دي يبقى صادق وجايز أنت كمان تحبيها فبتسأليني أعمل إيه؟ تنشي كل اللي هي بتعمله معاك طب أنا كده بتوجع وإنت كده جاي علي لا أنا معاك أن أنت الحاجات دي في الغالب حيات صغيرة وأنا لو كنت سألتك تقولي لي حاجات صغيرة بس بتقلم وتوجع إيه اللي حاصل؟ ولقد أمر على السفيه يا سبني فأمر ثم أقول لا يعنيني تعمل اللي هي تعمله مش جوز كويس معاك استمر في ده وخلي دايماً علاقتك بجوزك على طول متصلة لأن هو دوت اللي عيدخلك في قولي تعالى ماذا؟ ولا تنسوا الفضل بينكم وهتخليك يا عيشة في ظل قولي تعالى وعشرهنة بالمعروف إن الحياة بتكون الحياة الزوجية بالمعروف وساعتها هتحس بالمودة والرحمة لما هو يشوفك بتعملي كده مع أخته اللي هو أكيد عارف تبعه هيحس بقد إنت بنت أصلي وبنت كرم وبتكريب الناس حتى لو كانوا هم مش مناسبين معانا أم حسن أم حسن معانا تاني تفضل يا أم حسن يا دكتور حضرتك أنا كنت عايزة أوضح لك إنه هو مش وحش يعني هو بيتعالج وبيروح المستشفى وبياخد علاجه هو عنده حاجة اسمها ثناء القطبة حاجة زي كده لا ده غير ده بقى لا 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 استني بس ده غير ده اه ما أنا كنت عايزة أوضح لحضرتك بس طيب وعلى كل حال إحنا لازم ناخد علاجنا على كل حال طب أقول لحضرتك هو معك هو هيفهمك أكتر مني أنا محتاجة رقمك ضروري يا دكتور حاضر وهو معك حسن اتفضل الوصوم عليكم ازاي حضرتك يا فاند؟ ازاي حضرتك يا فاند؟ ما يخبارك؟ الله يكرمك يا أمر انت طبعا بيحصل لك بيحصل لك ساعات كده هو هو أنا مصاب من عام الفين خمستاشر نعم بالتربو بيدانيا صناء القطبة صناء القطبة بايبولر بايبولر ديس أردر تمام المهم يعني هو بمعنى العام يعني على فكرة على فكرة سيد حسن في بعض الناس أحد الطرق في التعامل مع المسألة دي ان انت التعامل معها على انه حاجة يعني حاجة لطيفة ان انت تكون حزين اوه هو المستوى الثالث ان انت تبقى حزين اوه وبعدين تبقى فرحان اوه فيحس ان هو حصل له كأنه حصل له دماغ يعني هو بمرة واحدة تلاقيك بتتكلم لما العاملية تركك كده تلاقيك بتتكلم بسرعة بطرعة بطرعة عاوز عاوز تتكلم صح ما تنزلش من البيت والكلام ده كله والديتي تقول لي تخاف علي تقول لي ما تتكلمش بسرعة كده او تدم معنونات دي لحد وعلى فكرة انا اقول له حكرة حاجة انا ليا باكراوند ان انا كنت ان انسان مصقف ومعايا لوغتين تمام باين على حضرتك وسوس حسام نعم باين على حضرتك بس خلينا اقول لك يا سيد حسام انا بس عاوز اقول لي حليك المفاد فقر هو المشكلة بس ان انا يعني كنت طايع والدي في كل شيء تمام انا لو ما كنتش انزل اصلي كنت ببضيري بضربه وحشي جدا تمام من سن سبع سنين وتمان سنين لدرجة ان انا بقيت اروح الوالد موجود ولا مش موجود الوالد موجود بس مش جنبي يعني هو موجود برقائد الحياة واسمدة وطبعا هو مش معترف بالنهار هو ده بقى عارف انا كنت لسه اقول لك مش شايفه احد اهم طرق العلاج عارف بص احنا في حياتنا عارف عندنا مفهوم كده زي مفهوم الازى اللي طول ما فيه حد اذاك وهو قدامك بيبقى العلاج ان ده على الاقل يعني ترف ان هو اذاك على الاقل ان هو يعمل كده ولزاك ان الكلام دلوقتي لحاجة محسام حاولي بطريقة او باخرى طب اقول لك حاجة خلي زوج حضرتك يسمعني يسمعني وان اللي عمله ده حرام اللي عمله ده اثن اللي عمله ده بيخلي حسام ليه حق عليه والذنوب المتعلقة بمظالم العباد لا تغفر الا بان يسامح العباد في حقهم فهو اذا كان راجل حريص على دير ربنا وحريص على الطاعة لازم يروح يجبر خاطر حسام يقول له ان انا عملت كده وانا غير مدرك ان ده حرام فساعدني ان انا ربنا سبحانه تعالى يغفرلي الكلام اللي بقوله لك ده يا ابو حسام لو عملته عتنال ان شاء الله السعادة في الدنيا والاخرة بدل من انت شائل على كتفك حد حياته قدامه خلاص وقفة جزء من العلاج اعترافك انت بان انت اللي عملته ده كان ازى فاتق الله سبحانه تعالى في نفسك وتذكر حديث رسول الله ايه وعلى فكرة دي من مجايب بقى التشدد ومن مجايب التدين الكمي ده اللي بيعملوه في الناس ذلك الشعور اللي بيبقى عند الابناء ان احنا مجرد قاله عشان انت تتدير ربنا فينا حتى ولا كانت الالة دي عد بوز وتهلك فعشان كده نتق الله سبحانه تعالى واعلم ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول وعايز ربنا سبحانه تعالى يرضى عنك ويوسع عليك ويخرجك حتى لان انا متصور ان ان حسان ممكن جزء من اجزاء وانه سرى اليه الاكتئاب من حضرتك عايز ربنا يعفو عنك ويوسع عليك راضي حسان وقوله ان انت اذيته وان انت بتتوب الى الله سبحانه تعالى وان انت توقف جنبه لغاية ما يخرج من ازمته لو عايز تنول فعلا شرف ان انت من الاوابين ومن التوابين وتكون في الخير حضرت النبي قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون عايز تبقى من خير الناس توب وحاول يتخلي حسام يسمحك في اللي انت عملته فيه يا سادة احنا عارضة تكلمنا عن تدخل الاهل ويبدو ان تدخل الاهل جاي بيجري وراءنا في كل حتة واحنا تكلمنا وقدمنا شوية حاجات وشوية اجراءات يعملها الزوجين عشان يقللوا من تدخل الاهل هقولكم حاجة مفيش حد بتدخل قوات اجنبية في مكان ولا في ارض غير بسماح لو سمحتوا يمنعوا الاهل من التدخل في شأنكم وانتوا على فكرة اقرب مسافة واقرب قلوب واقرب مكانة من ان انتوا تحتاجوا ان حد يصلح بينكم او يربط بينكم انتوا بينكم نور ربنا بينكم المواده والرحمة اللي هي مدد من ربنا للبيوت عيشوا في اسرار المواده والرحمة وخلي سندكم مولاكم سبحانه وتعالى واجربوا مش هتخسروا لكن اكيد هتخسروا زوادكم لو سمحتوا لنفسكم ان انتوا تدوبوا في افكار اباكم وامهاتكم اباكم وامهاتكم لازم يعرفوا لو كانوا بيحبوكم لازم يساعدوكم ويدعموكم ان انتوا تكونوا ناضجين لان النضوج علامة على صدق المحبة وصدق الايمان يا رب الهم كل زوج وزوجة ان هم يكونوا بيسيروا الى النضوج اللي يخرج احسن ما فيهم وساعتها هيشوفوا جمال ربنا بيتجلى عليهم يا كريم يا رحيم يا رب العالمين جمّل بيوتنا بجمال ودك ورحمتك وجمالك يا أكرم الأكرمين